شهدت القافلة الطبية التي نظمتها جامعة طنطة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز سمنود فحص 1273 مواطنا وصرف الدواء لهم بالمجان وتحويل 97 إلى مستشفى طنطة الجامعية لتلقي العلاق كما شهدت القافلة زراعة 100 شجرة متمرة على طول الطريقة في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ومحو 120 مواطنا